لمن الكنز؟ بنى عبد السلام لنفسه بيتاً كبيراً انتقل هو وأسرته ليسكنوا فيه فكر عبد السلام في بيع بيته القديم فعرضه للبيع حضر الرجل اسمه صالح ليشتري البيت القديم وقال لعبد السلام إنه سيشتري البيت ليهدمه ويبني مكانه بيتاً جديداً جميلاً دفع صالح لعبد السلام الثمن الذي طلبه واشترى منه البيت القديم كلف صالح ابنه الأكبر بالإشراف على هدم البيت حتى يضع الأساسات للبيت الجديد مر أسبوع وجاء ابن صالح مسرعاً وهو يحمل جرةً كبيرة وقال لأبيه انظر يا أبي هذا كنز أرسله الله إلينا دهش صالح من كلام ابنه وطلب منه أن يوضح كلامه قال الابن بينما كان العمال يهدمون البيت ويقتربون من النهاية عثرت على هذه الجرة في أحد الجدران ولما فتحتها وجدتها مملوئة بالذهب انظر يا أبي فتح صالح الجرة ونظر إلى الذهب وقال ما شاء الله ينبغي أن أرجع هذا الذهب إلى صاحبه فوراً ذهب صالح إلى عبد السلام وقال له خذ يا عبد السلام هذه الجرة فقد وجدها ابني في جدار البيت الذي اشتريته منك وأنا اشتريت منك البيت ولم أشتري الذهب ابتسم عبد السلام وقال لصالح لا يا صاحبي لا تنسى أنني قد بعت لك بيتي بما فيه ولن أقبل أخذ هذا الذهب فهو ليس من حقي الآن حاول صالح أن يقنع عبد السلام بأخذ الذهب لكن عبد السلام رفض بشدة وامتنع عن أخذ قطعة ذهب واحدة قرر عبد السلام وصالح أن يذهبا إلى القاضي ليحكم بينهما في هذه القضية تعجب القاضي من كلام الرجلين الذين يرفضان كنزاً من الذهب وأعجبته ذمتهما وأمانتهما وحسن خلقهما فكر القاضي قليلاً ثم سأل عبد السلام ألك ابنة يا عبد السلام؟ أجاب عبد السلام نعم لي ابنة جميلة وصالحة ثم توجه القاضي إلى صالح وسأله ألك ابن يا صالح؟ قال صالح نعم يا سيد القاضي لابن بار كريم الخلق هو زين الشباب قال القاضي حكمت بأن يتزوج ابن صالح من ابنتك يا عبد السلام وأن تكون جرة الذهب هي هدية العروسين وضع صالح يده في يد عبد السلام وطلب منه ابنته زوجة لابنه قال عبد السلام لصالح يشرفني ذلك يا أخي ويسعدني أن أصاهر رجلاً أميناً مثلك سلم الاثنان على القاضي وخرجا من عنده سعيدين راضيين بحكمه لمن الكنز بنى عبد السلام لنفسه بيتاً كبيراً انتقل هو وأسرته ليسكنوا فيه فكر عبد السلام في بيع بيته القديم فعرضه للبيع حضر الرجل اسمه صالح ليشتري البيت القديم وقال لعبد السلام إنه سيشتري البيت ليهدمه ويبني مكانه بيتاً جديداً جميلاً دفع صالح لعبد السلام الثمن الذي طلبه واشترى منه البيت القديم كلف صالح ابنه الأكبر بالإشراف على هدم البيت حتى يضع الأساسات للبيت الجديد مر أسبوع وجاء ابن صالح مسرعاً وهو يحمل جرة كبيرة وقال لأبيه انظر يا أبي هذا كنز أرسله الله إلينا دهش صالح من كلام ابنه وطلب منه أن يوضح كلامه قال لابن بينما كان العمال يهدمون البيت ويقتربون من النهاية عثرت على هذه الجرة في أحد الجدران ولما فتحتها وجدتها مملوئة بالذهب انظر يا أبي فتح صالح الجرة ونظر إلى الذهب وقال ما شاء الله ينبغي أن أرجع هذا الذهب إلى صاحبه فوراً ذهب صالح إلى عبد السلام وقال له خذ يا عبد السلام هذه الجرة فقد وجدها ابني في جدار البيت الذي اشتريته منك وأنا اشتريت منك البيت ولم أشتري الذهب ابتسم عبد السلام وقال لصالح لا يا صاحبي لا تنسى أنني قد بعت لك بيتي بما فيه ولن أقبل أخذ هذا الذهب فهو ليس من حقي الآن حاول صالح أن يقنع عبد السلام بأخذ الذهب لكن عبد السلام رفض بشدة وامتنع عن أخذ قطعة ذهب واحدة قرر عبد السلام وصالح أن يذهبا إلى القاضي ليحكم بينهما في هذه القضية تعجب القاضي من كلام الرجلين الذين يرفضان كنزاً من الذهب وأعجبته ذمتهما وأمانتهما وحصن خلقهما فكر القاضي قليلاً ثم سأل عبد السلام ألك ابنة يا عبد السلام؟ أجاب عبد السلام نعم لي ابنة جميلة وصالحة ثم توجه القاضي إلى صالح وسأله ألك ابن يا صالح؟ قال صالح نعم يا سيد القاضي لابن بار كريم الخلق هو زين الشباب قال القاضي حكمت بأن يتزوج ابن صالح من ابنتك يا عبد السلام وأن تكون جرة الذهب هي هدية العروسين وضع صالح يده في يد عبد السلام وطلب منه ابنته زوجة لابنه قال عبد السلام لصالح يشرفني ذلك يا أخي ويسعدني أن أصاهر رجلاً أميناً مثلك سلم الاثنان على القاضي وخرجا من عنده سعيدين راضيين بحكمه سلم الاثنان على القاضي